لا يكفي طلبة الجامعات البريطانية مواجهة إدارتهم التي أجبرتهم بأمر قضائي على تفكيك خيامهم التي نصبوها دعما لغزة وترضها بعض الطلاب بسبب مطالباتهم بسحب الاستثمارات من إسرائيل فهم يتعرضون أيضا لتهديد حكومي بمنعهم من حرية التعبير في حرم الجامعات حيث قررت وزيرة التعليم بريجيت فليبسون وقف التشريع المتعلق بحرية التعبير ملمحة أيضا إلى إمكانية إلغائه قرار الوزيرة البريطانية اعترض عليه أكثر من 500 أكاديمي فيما رحب به مجلس أمناء اليهود في بريطانيا الجامعة والحكومة البريطانية تحاولان بشكل واضح وقف الدعم الطلابي لغزة وتخويفنا لأن طلاب الجامعات باتوا يدركون حقيقة الصراع في فلسطين أعتقد أن ما تحاول الحكومة فعله هو جزء من جهودها في السيطرة على الرواية التي سادت بشأن حقيقة إسرائيل فضلا عن محاولتها وقف هذه الأطر الجديدة المنظمة لم يبق من مخيمات الطلاب لنصرة غزة في لندن سوى هذا المخيم الذي أقامه طلاب جامعة ساوس بعدما أبعد عن حرم الجامعة بالقوة فانتقلوا إلى أقرب نقطة تبعد عشرات الأمطار عن جامعتهم حيث يبيتون على الرصيف بهدف فتح ممارسات إسرائيل والضغط على إدارة الجامعة لسحب استثماراتها المقدرة بأكثر من ستة ملايين جنيه استرليني في الشركات المصنعة للأسلحة كما يقول لقد تعرض مخيمنا لاعتداء من الصهاينة وقد قامت الشرطة باعتقال سبعة طلاب من الجامعة وأطلقت فيما بعد سراح المعتدين الصهاينة من دون أن يواجهوا أي أجراءات فيما سيمثل الطلاب أمام المحكمة في شهر أيلول ومع انطلاق العام الدراسي الجديد أطلقت نحو خمسة عشرة مجموعة من الطلاب ما يسمى اتحاد الطلاب من أجل تحرير فلسطين بهدف تفكيك ما وصفوه بالتواطئ المؤسسي للجامعات مع الإبادة المستمرة في غزة ومقاومة قمع النشاط الطالبي وتطوير النشاط المؤيد لفلسطين في الجامعات وبناء علاقات مع حركات التضامن الفلسطينية في بريطانيا والعالم تتزايد التساؤلات بشأن سلوك حكومة كيرستارمر تجاه إسرائيل فحرية التعبير في أرقى جامعات العالم قد تصبح محظورة بهدف قمع الكادر الأكاديمي من تأييد الفلسطينيين في مسألة تقرير مصيرهم وفضحهم لممالسات الاحتلال ومطالبتهم بتفكيك دولة الفصل العنصري في إسرائيل مستسر لندن الميادين